ايديو جرام نزل نموذج جديد وهو ايديو جرام version 3 هذا الاصدار الثالث من ايديو جرام هو احدث اصدار لانتاج صور رائعة بالذكاء الاصطناعي ولو دخلنا على الايديو جرام كموقع انت بتلاقي هنا زي فئات كده خاصة بيه الصور البيبول البرودكت النيتشر البوستر هتقدر كده من خلال نظرة اولية على الصور الموجودة هتلاقي صور جيدة جدا بصراحة سواء كان بيديو جرام 2A او بيديو جرام 2 ويديو جرام 3 كمان اضاف لمحة اكثر جودة وواقعية على الصور خصوصا بالنسبة للصور اللي هي بتاعة النيتشر او الصور بتاعة الطبيعة هتلاقي الصور واقعية جدا يعني لو بصيت لصورة زي دي هتلاقي نهم استخدم الشخص اللي انشأها ايديو جرام 3 ولكن ده لا يمنع ان النمازج السابقة موجودة ولا يمنع ان النمازج السابقة ايضا جيدة تعالوا نجرب مع بعض النهاردة تقييم ايديو جرام 3 ونشوف الجودة بتاعته والنتيجة بتاعته هتكون عاملة ازاي خصوصا ان النمازج السابقة زي ما قلت لكم هي نمازج جيدة يعني لو بصينا مثلا لصورة زي دي حال ايا معمولة بيديو جرام 2.0 ولكن احنا محتاجين نقيم النموذج الجديد ايديو جرام ما ترحوش في اي حتة هنرجع لكم مرة تانية متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة معكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو ان شاء الله يكون مفيد على قناتنا وتجربة ايديو جرام 3 الاصدار الثالث من ايديو جرام يلا بينا علشان نقيم اي نموذج لازم نقيمه في حاجات كتيرة في طريقة كتاب تولي التاكست داخل الصورة عمل لوجو عمل صورة تكون ريل عمل صورة في بي استايلز اخر مختلف هنشوف مع بعض الوقتي اول مثال معينا الوقتي وهو عمل لوجو هنا اول تاكست هستخدمه هو عبارة عن فيوتشاريستيك لوجو عايزة لوجو فيوتشاريستيك يبقى لوجو مستقبلي او حديث باستخدام كلمة معينة هنا انا هغير الكلمة ممكن اخليها انفو تاك مثلا وهنا النموذج اللي بتستخدمه هو النموذج التالت اللي هو الادفانسد ماضيل النموذج الحديث وهنا بينصحك ان انت لما تيجي تستخدم اديو جرام 2 استخدمه لرياليزم والديزاين 2A للجنريشن السريع 10 جريد 4 كرياتيف ارت هستخدم 3 فكله يعني هجرب بي حاجات كتير ان شاء الله هنا الاسبكت ريشو هخلي الاسبكت ريشو الاسبكت ريشو واحد لواحد هنا بالنسبة لي الانهانسمنت على الامر انا هخليه اوف انا عايزة يلتزم بالعطوطول والزبط بالنسبة للستايل هو ديزاين لانه لوجو بالنسبة للكالر الالوان اللي عايزة هتغلب على اللوجو ممكن تختار بعد كده هبتدي ادوس جينيريت طبعا انت بيكون لك عدد معين من الكريديس بشكل اسبوعي اعتقد ان هو فيه الخطة المجانية مفيش امكانية ان انا احدد انا عايزة صورة او صورتين تم انشاء اللوجو انفو تيك بالمنظر ده بصوا الجودة بيحاول هنا يعني يعمل لي حاجة فيها inspiration مع ان انا قلت له اوتو ما تجودش من عندك انا عايزة تلتزم بالامر ولكن ده احسن واحد فيهم وطبعا لو انت في الخطة المدفوعة هتقدر تعمل up scale تحسن جودة الصورة تقدر تعمل edit تقدر انك انت تعمل حاجات كتير جدا في الخطة المدفوعة ولكن احنا النهاردة بنتكلم عن الخطة المجانية ده بالنسبة لي انشاء لوجو تعالى نجرب حاجة جديدة هنا هبتدي ان انا انشئ صورة للطبيعة يعني هنا الكاتجوري بتاعها يكون طبيعة هنا بالنسبة لي الاسبكت ريشيو هخلي الاسبكت ريشيو بتاعي 16 لتسعة وحستخدم طبعا ثلاثة ممكن هنا اخلي اوتو هنا بالنسبة لي الستايل ممكن اختاره realistic بالنسبة لي البلد بتاع الالوان ممكن اخلي اوتو اسيبه هو برضو يحط الالوان اللي هو عايزها ممكن كمان بالنسبة لي 3 اختار الquality يعني انت عندك فررندر سبيت عندك تيربو وعندك ديفولت وعندك quality انا هختار الquality هي اللي لها priority او هي اللي لها الاولوية بعد كده هبتدي ادوز January تعالا نبص على الصورة هنا بيطل على زي كده منحضر والview هو الاوشان النتيجة حلوة جدا زي ما انتو شايفين بص النتيجة بص التنفيذ رائع ازاي حتى التفاصيل الموجودة جوه الهاوس نفسه اللي بيطل على الاوشان زي ما احنا شايفين ودي النتيجة وجودتها حيبتدي نشوف حاجة تانية شوف حاجة تانية شخص واقف تحت لمبة موجودة في الشارع in the fog في الضباب طبعا المشهد ده المفروض مشهد سينيمائي هخلي الكواليتي ايضا اللي هاختار الاصدار التالي وههتم بيه الكواليتي وبالنسبة لي هخليه اوتو الماجيك برومت الرياليستيك ممكن هخليه اوتو مش هاختار كالر معين طبعا كده كده انت في النجاتف برومت والسيد نومبر مش هتقدر انت تستخدمه الا في البرو بلان فبقا مش هنقدر نحن نعمل فيهم حاجة وبعد كده هبتدي ندوز جينيريت ونشوف النتيجة بتاعته فيه انتاج سينيماتيك سين تم انتاج الاربع صور بص النتيجة شخص واقف واديل ستريت لامب شارع فوج اول مشهد تاني مشهد ابيض واسود عمل فارييشن عمل كده تنوع ايضا مشهد ده حلو مشهد ده حلو بس المشهد ده عجبني اكتر لان الشخص وشه فيه باين فممكن الصورة دي تكون يعني اوضح شوية والصورة دي ايضا جيدة الصورتين ده الحلوين جدا تعال نشوف مثال اخر ابولر بير اللي هو الدب القطبي ووكينج اون ايس اندر دا نورسرن لايتز هنا هاختار برضو الكواليتي وهخليها اوتو الستايل حاسيب اوتو الكالر هخلي اوتو ايضا وبعد كده هبتدي ان انا هنا طبعا عشان انا عندي عدد محدود فضيلي اربعة لاحظ ان انت لما بتستخدم التربو بتستهلك الديفولت اربعة والكواليتي ستة فانا حطر ان انا اخليني في الديفولت وحدوز جنريشن يعني انت حتى لما بتختار الكواليتي تهتم بالكواليتي ده بياخد من الكريدتس بتاعك عشان كده انا كان عندي عشرين وانتهو زي ما انت شايف على طول حتى مش هقدر ان انا اعمل معاك حاليا امثلة زيادة ولكن قدينا شفنا الجودة بتاعت الصور عاملة ازاي بص النتيجة قد ايه طبعية جدا الالتزام كمان بالامر يعني under the northern lights الاضاءة اللي جاية من الشمال ونزلة زي ما احنا شايفين على الدوب موجودة في الخلفية والتنفيذ حلوة جدا ده بالنسبة لي اديو جرام version 3 او اديو جرام 3 الاصدار الثالث من اديو جرام انا حقيقية شايفة ان طبعا هو جيد جدا نتيجة بتاعته حلوة لكن حتى الاصدارات السابقة بتاعته كانت كويسة ايضا ولكن طبعا هو بيحاول يطور زي ما احنا شايفين وبكده نكون وصلنا النهاية الفيديو النهاردة اتمنى تكون استفدتم منه شوفكم في فيديو قادم باذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد زي بقولكم في نهاية كل فيديو ننساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته